هذا يطلب طبعا جهد حكومي ويطلب جهد تشريعي تعرف حضرتك اليوم القوانين للأسف نحن نتبنى القطاع الخاص أو نتبنى اقتصاد السوق المفتوح ولكن في نفس الوقت ما زلنا أسرى للقوانين الاشتراكية القادمة من النظام السابق ما زالت الكثير من القوانين من النظام السابق فعالة وسارية المفعول وأغلبها قوانين اشتراكية والمشرع العراقي حقيقة يخشى اليوم الذهاب إلى موضوع خصخصة القطاعات والعمل على إيجاد اقتصاد سوق مفتوح حقيقي اليوم العراق لديه اقتصاد هجين اعتبره بين الاشتراكية التي ما زالت متجذرة في أفكار منظومة الحكم في العراق وبينها اقتصاد سوق مفتوح حاول إدخال بعض القوانين من خلال اعتمادها وتشريعها بعد 2003 هذا الهجين أصبح حقيقة عامل ثقل على الدولة العراقية وعلى العراق بشكل عام لأنه غير قادر على استيعاب متطلبات مرحلة جديدة تتطلب مرونة أكثر تتطلب ثقة أكثر بالقطاع الخاص حقيقة هذا نتيجة غياب الرؤية العراق وباقي المحافظات ينقصه الرؤية رؤية البلد رؤية المحافظة سمعنا الأساتذة من محافظة الأنبار ومن محافظة الموصل تكلموا عن المشاكل ولكن حقيقة أتوقع أنه لا يملك الرؤية عن ما هي محافظاتهم ستكون بعد 20 سنة أو 30 سنة من الآن هل هي محافظات صناعية هل هي محافظات سياحية هل هي محافظات زراعية ما الأهداف المرجوة من الاستثمار خلال السنوات القادمة فإذا ما ننقصه ما ينحتاجه في العراق حقيقة هو رسم رؤية مستمرة اقتصاد مستدام نتبنى نقوم بوضع برامج حكومية ونقوم أيضا بتقييم هذه البرامج الحكومية سنويا من خلال دور الرقابي لمجلس النواب وكما تعرف حضرتك مجلس النواب ليس فقط دور تشريعي لهو ليس فقط يقوم بتشريع القوانين بل هو أيضا مسؤول عن التقييم والمحاسبة محاسبة 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 محاسبة